اشتركوا في القناة وإنها تمر بالعديد من المراحل المختلفة واليوم سوف نتعرف على مراحل تصنيع السيارات داخل المصانع الكبرى من البداية إلى النهاية تعد صناعة السيارات واحدة من أكثر الصناعات المربحة على مستوى العالم وهي مسؤولة عن إنتاج منتجات بملايين الدولارات كل عام فالخطوة الأولى في عملية التصنيع هي مرحلة التصميم وفيها يقوم المهندسون والمصممون بوضع مواصفات المركبات التي سيتم إنتاجها وقد تستغرق تلك المرحلة شهوراً اعتماداً على مدى التصميم في البداية يكون التصميم مجرد رسمة بسيطة توضح فكرة لشكل السيارة من الخارج وبمجرد صياغته يمر بالعديد من المراجعات ومن ثم تبدأ مرحلة التصنيع مرحلة التصنيع في تلك المرحلة يتم تصنيع الأجزاء المعدنية لهيكل السيارة بالكامل مثل أغطية المحرك والأبواب وأجزاء الهيكل وبمجرد تصنيع أجزاء الهيكل يتم وضع طبقات من التركيبات الكيميائية للحماية من التآكل والخدوش والطلاء مرحلة اللحام في تلك المرحلة من مراحل تصنيع السيارات يتم لحام أكثر من أربعمائة قطعة من قطع السيارة المختلفة بواسطة الروبوتات لتكوين الأجزاء الخارجية من السيارة وبعد الانتهاء من تركيب الهيكل الخارجي للسيارة تأتي مرحلة الطلاء مرحلة الطلاء عندما تصل أجسام السيارة المكونة من ألواح حديدية بيضاء اللون من مصنع التركيب إلى ورشة الدهان تكون أول خطوة هي حماية المعدن من التآكل حيث يتم غسله بمنظفات هيدروكربونية لمدة 20 دقيقة لإزالة العوالق والأوساخ ثم بعد ذلك يتم غمر جسم السيارة في حامض الزينك لتهيئة المعدن بمجرد خروج أجسام السيارات من خزانات الغمر تدخل إلى أفران التجفيف حيث تتعرض إلى درجة حرارة حتى 180 درجة لمدة 20 دقيقة بعدها تكون السيارة جاهزة لعملية الطلاء ويتم ذلك باستخدام الروبوتات أو الفنيين مرحلة التركيب يتم تركيب أجزاء مختلفة على الهيكل مثل المحركات والإطارات وبعد تصنيع المركبات يجب أن تخضع لسلسلة من اختبارات السلامة وفحوصات الجودة قبل بيعها للمستهلكين والوكلاء تضمن هذه الاختبارات أن المركبات تلبي جميع معايير السلامة والأداء وبعد اجتياز هذه الاختبارات يمكن بيع السيارات للعملاء يلزم لعملية تصنيع السيارات العديد من المواد الخام مثل الحديد والصلب والألمنيوم والمطاط والمنتجات البترولية يعتبر الحديد من أهم المواد المستخدمة في صناعة السيارات حيث يتم استخدامه لإنشاء الفولاذ وهو عبارة عن صفائح معدنية صلبة ومتينة ضرورية لبناء أجزاء جسم السيارة ويعتبر الألمنيوم مادة مهمة أخرى تستخدم في صناعة السيارات فهو أخف من الفولاذ ويمكن استخدامه لصنع قطع غيار سيارات خفيفة الوزن ويستخدم المطاط في صناعة الإطارات وقطع غيار السيارات الأخرى التي تتطلب المرونة وكذلك يستخدم البترول في صناعة البلاستيك والمواد الاصطناعية الأخرى المستخدمة في إنتاج السيارات تتطلب عملية تصنيع السيارات مجموعة متنوعة من المواد الخام لإنشاء الأجزاء والمكونات المختلفة التي تتكون منها السيارة هذه المواد الخام ضرورية لبناء مركبات آمنة وموثوقة ومن الجدير بالذكر أن الصين أصبحت أكبر مصدر للسيارات في العالم حيث تجاوزت صادراتها خلال هذا العام أكثر من مليون سيارة فقد سيطرت على ما يقرب من ثلث إنتاج دول العالم من سيارات الركوب خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام بعد أن تمكنت من تصنيع خمسة عشر مليون سيارة أما الآن فقد انتهت جولتنا اليوم داخل مصانع السيارات فأتمنى أن ينال الفيديو على إعجابكم وإلى لقاء آخر بإذن الله لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو لنستمر في نشر المزيد ترجمة نانسي قنقر